بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي أصدقاء المتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أما بعد ما الذي يحدث في الرياض في هذه الساعات ساعات حاسمة ولكن ما الذي يحدث فيها هل تم التوقيع ما تم التوقيع هل نجحت المفاوضات ما نجحت ايجي اللي بيحصل في الحقيقة أنا من أمس إلى اليوم قاعد أسوي لفة في السوشيال ميديا اليمنية وتلقى لك كل واحد يمشي عليك خبر اللي يقول لك في ناس أمس عادل وفد وصل للرياض بعدها بعشر دقائق نزلوا لك فيديوهات وقنوات كبيرة إنه تم التوقيع على خمس ملفات واللي يقول لك خلاص تم التوقيع واللي يقول لك الفاوضات فشلت واللي يقول لك تم فتح طريق الحوبان وكل واحد يألف لك قصة أنا أحب أقول لكم أحبائي حتى الآن لا يوجد أي تحديث واقعي للمعلومات وما فيش أي حد عارف ماذا يحدث داخل الغرف المقلقة أي حد هيطلع يصدر لك أخبار حتى هذه اللحظة ما عنده سالفة والله ما حد عارف ما يحدث داخل الغرف المقلقة الآن اجتماعات سرية ما نحن مش عارفين هل عقدت لقاءات أو ستعقد غدا بعد غد عقدت اليوم مش عارفين أكيد أنا أتوقع أنه عقدنا على الأقل ارتداء من اليوم هناك تسريبات بيتم تسريبات من محللين يمنيين من قنوات سعودية وهذا كله حتى التسريبات هذه غير حقيقية لن يتم الإعلان يعني عن شيء إلا رسميا من قنوات رسمية في اليمن والسعودية أي شيء هتسمعوا بره هذه الليلة هي أما مسكنات للرأي العام في كل البلدين أو استباقذ الأحداث أو ناس بتدور لايكات أو ناس حابة توري أن هي معها معلومات والحقيقة لا أحد يعرف ما الذي يحدث حتى الآن عندنا أخبار أنه عيدروس وصل اليوم للرياض هل هذا الخبر حقيقي؟ يعني بيقولوننا أنه عيدروس وصل للرياض هل يعني مصادرنا بيأكدوا الخبر لكن أنا مش واثق يعني أنا كمنطقيا مش عارف إذا كان فعلا عيدروس راح له هناك فهذا معناها بشرة خير إضافية أنه المباحثات جدية يعني مجدية أكثر جدية هي جدية فعلا فالآن إحنا مش عارفين شيء وإحنا بنتابع إحنا الآن على الفجر وسهرانين بنتابع من مصادرنا وبنتابع من القنوات وبنتابع من السوشال ميديا وما فيش حتى الخبر ولكن يعني نستبشر خير إنه هذه مفاوضات الفرصة الأخيرة أما ثانيا ودي أوضح شيء للناس أمس ذكرناه على السريع ما لحقنا نفصله وفيه ناس أساءت الفهم فيه أنه الناس تعتقد أنه إذا تم الإعلان أنه خلاص تم التوقيع فأنه خلاص الأمور كل أنتهت لا هذه خطوة أولى هذا معناه أنه تم حل كل الملفات الإنسانية في البلد سيدفع رواتب الشعب اليمني بالكامل سيعاد تصدير النفط والغاز ستفتح المطارات سترفع القيود عن المواني سيتم تسليم الأسرة تفادل الأسرة الكل بالكل فستحل المشاكل الإنسانية التي تهم الشعب اليمني في حياته اليومية كلها الخطوة الثانية الخطوة الثانية اللي قلت لكم هتستمر كما سربت رويترز من سنة لسنتين اللي هي مفاوضات بين الأطراف الداخلية لتحديد شكل الحكم في اليمن ومن سيحكم في اليمن نهاية حقائب وزارية حكومة إنقاذ وطنية مشكلة من قد الأطراف مجموعة حياديا نروح انتخابات يعني دولة فدرالية جمهورية موحدة انفصال ولن يحدث انفصال إن شاء الله فإحنا الخطوة الثانية إذا تم نجاح الخطوة هذه الأولى هي سلم داخلي مفاوضات داخلية من الأطراف الداخل هذه هي الخطوة الصعبة إحنا عارفين إحنا إحنا حيلنا بيننا فهتكون خطوة صعبة ولكن هذه اللي إحنا بنتكلم في إيش بقول لكم أنا الاجتماعات التي تعقد الآن هامة إذا تحلت معناه إحنا مشاكلنا كمواطنين هتتحل تتفتح المطارات ونستلم الرواتب والحوافز وإعادة الإعمار والتعويضات والمطارات والمواني وهو الأسرة يعودوا إلى أهلهم فعلى المستوى الإنسان إحنا هنرتاح بعدين يقعدوا سنة قعدوا سنتين مفاوضات داخلية بين الأطراف وصطفلهم أهم شيء إن إحنا ننقذ الناس فليش بقول لكم الخطوة هذه مهمة والتوقيع التالي مهم الخروج بالاتفاقية هام جدا نقدر نقول بداية نهاية حرب اليمن إذا وقعوا ليست نهاية حرب اليمن وإنما بداية نهاية بداية النهاية بداية نهاية معاناة اليمنين حتى الآن دخلنا على الساعة ثلاثة ونص أو ثلاثة لسه ما فيش أخبار هننتظر الأخبار أول ما يكون عندنا أخبار حقيقية هنبشركم أو ننكد عليكم هنشوف يشي لا يخرج بالنتائج وما أعتقدش أنه سيتم إعلانها اليوم أكيد لازال في شذ وجذب هناك أخبار أنه تم الموافقة على فتح كل الطرق في اليمن عدا طريق الحوبان ولكن أنا أيضا لم أعتمد على التسريبات لأنه في الاجتماعات الأولى كانوا فاقيين يسربونا خبر تم التوقيع ما تمش التوقيع الوفد العماني غادر غاضب الوفد العماني وقع وغادر ما تفهمش فخلونا نأخذ الأخبار من مصادر رسمية لا تطيروش من الفرح ولكن تفائلوا خير تفائلوا خير وإحنا إن شاء الله على ثقة إن شاء الله بأنه الوفد اليمني المفاوض اللي رايح من صنعاه الوفد اللي من صنعاه أنه يكون جاد جدا إحنا واضقين النجاد في إنهاء ما يحدث في البلد أو وضع بداية خارطة طريق تأسيس لبنع لمفاوضات سلام شامل في اليمن بين الأطراف الداخلية يعنينا انتهاء المشكلة بين اليمن والسعودية وبعدين يعنينا أيضا انتهاء المشكلة بين الأطراف اليمنية على خير أمور معقدة ولكن نتفائل كلنا خير وإن شاء الله ينجحوا فيها ويخرج محمد عبد السلام تمام ويقول أنه تم الأمر بنجاح خلكم معنا يا أصدقائي هنشوف ما توقعش الخبر هيكون اليوم ولا أتوقع أنه غدا أيضا ولا أتوقع أن الأمور بهذه السهالة أنهم رايحين يا الله السلام عليكم جاهزين ووقعوا هو مستلق بيض ولكن يكون في شذب وشذب ورد وفك وحل هنشوفش اللي يحصل طولنا عليكم أصدقائي المتابعين انتظرونا في كل جديد لا تزالوا اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس تفعيل أعملوا كل حاجة وحتى أراكم في حلقة أخرى هذه لكم من التحية أنا أيمن القاسم دمتم بود وسلمين جميعا